شهدت منصة التواصل الاجتماعي موجة من الغضب الألماني والسخرية العربية الواسعة وذلك عقب خروج الألمان من دور المجموعات من كأس العالم في قطر حيث عبر عدد من المغردين الألمان عن غضبهم بسبب الأذاء الهزيل من منتخب بلادهم مما أدى إلى الخروج من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد خروج الفريق من الدور الأول أيضا في مونديال روسيا أما على الصعيد العربي فلم تسلم المكيناتو الألمانية من السخرية الواسعة عبر المنصات الاجتماعية وذلك بعد موقفهم المفاجئ في المقابلة الأولى إذ رأى مغردون أنهم لم يأتوا للعب كرة القدم بل لتسجيل مواقف سياسية وقال أخرون إنه يتوجب على منظومة كرة القدم الألمانية التعلم من الدرس القاسي وتصحيح مصار الفريق من أجل العودة للمنافسة على البطولة العالمية القارية ومن جانبهم حرس محللو قناة الكأس على توديع منتخب الألمان بطريقتهم الخاصة ووضعوا أيديهم على الفم وأشاروا بالثانية على الهواء مباشرة في إشارة معتادة أثناء الوداع وقال السياسي الألماني جيرهارد بابي في تغريدة له عبر تويتر لم تكن الخسارة أمام اليابان والخروج من الدور التمهدي محرجة للغاية بينما كان الإحراج الرئيسي هو أن المنتخب الألماني رفقة وزيرة الداخلية تحولوا إلى مجموعة سخيفة من النشطاء الآن الجميع يضحكون على الفريق ومن جهة أخرى قال الأعلامي محمد سعدون الكواري منتقدا الفريق الألمانية ليس من عادة نشماتة لكنهم حربوا العربة في حقهم الشرعي في استضافة كأس العالم وتركوا كرة القدم وذهبوا يتخبطون في البحث عن أي مدخل لانتقاد مونديال قطر أما الصحفي السعودي فغرد قائلا لم تحضر ألمانيا للعب كرة القدم بل لنشر شذوذهم متجاهلين دين المسلمين وأنظمة البلد المصديف فسقطوا في الوحل وقال الكتب القطري جابر الحرمي ألمانيا وبلجكا خارج كأس العالم الحمد لله قطر تطهرت منهم عقبة لخروج جميع الشوادي وداعميهم ما جعل منتخب الألوان منتخبا أضحوكة في هذا المونديال وفي حوار قوي مع رئيس رابطة مشجعي بايرن ميونيخ فاجأ جميع الألمان وقال أن الهزيمة مؤلمة خاصة عندما تكون محبة لكرة القدم وكأس العالمي هي استثناء في حياة الشخص والخروج مرة أخرى من دور المجموعات مؤلم جدا كما قال أنه لم يكن هناك مشاكل في القدوم إلى قطر لقد كنا نتحرك بحرية تامة واستمتعنا بالوقت الذي قضيناه هنا ولكننا لم نحترم قطر ودين دولة قطر كما فضح معلومة مهمة وقال ألمانيا مات فيها ستة ألاف عامل في آخر عشر سنوات لكي يفاجأ الألمان بهاته الحقيقة الصادمة ترجمة نظر أبدا من الأسفة يمطت، كانت مرة أعطاء على المشاركة أحيان. أعلم في كارث أصباد من 32 أجل ومعنم. وأعلم أنت تخيلت في كارث المرة الأول ، وكانت مع المشاركة واحدة. وكذلك أعتقد تحيب شعب التعلم على المشاركات؟ كان هذا ممتازا كلمية؟ لا، لماذا، أنت أيضاً للمشاركة الأصباد من المشاركة. المشاركة للمشاركة للمشاركة من المشاركة، ومسألت بيضاً أمره كلمية. كيف يؤذت تسول المعلمون الجائفة في المائلة أحي знак جزء جيلاً وقل وأي على الأمر يؤذتك في أكثر لقد أفعل ذلك لقد أشياء الكثير من الأول كنائد الكثير من الأول كنائد أشياء كنائد 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 ومن الأمر لقد أمان وإيضا ليسوا لماذا عنه إلى الأمر كان لقد لقد أعبت von بهم لهم وما نحن لا يجبس كنائد كانوا يجب أن نحن وصفتهم قل بيجب أن تتحدثت عن المنصرات المنصرية كيف سعى هذا؟ نعم بالأول الثالثة عن المنصر مع هذه المنصرات من 32 فنورا من هذه المنصرات المنصر ومعهمهم قلونك بيجب أن نعرف على كل ذلك عندما قد يكون كل مقابل أموانا ولكن، في دولت المنصر في المنصر لم يكن في المنصر أموانا في تحضير 20 أشخاص أي كل مقابل أموانا وبالتلاح من الأعمال خلج من الأعمال ان يسكنهم من طوال الوصف الفاتر شديد العيس المع الأخطة في جديد مجلسة إلى الوصف الفاتر انت تتساري لهم وفي مشهد رائع اعتنق هذا القص الروسي الذي يدعى فلاديمير اوغوريوميف بعد أن أمضى 15 عاما كقسيس في الكنيسة الأرتدوكسية واختار أن يذهب إلى مكة سيرا على الأقدام وكانت قصة إسلامه مشوقة جدا وفي مقطع رائع تنقلت وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير المنتخب المغربي وهم يقيمون الصلاة في أحد مرافق ملعب المقابلة ما يقدم صورة رائعة على المسلمين وماد تشبث الجماهير بدينهم قبل لعب كرة القدم ومشاهدة المباريات ولذلك سمي منتخب الساجدين في هذا المونديال موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة